موسيقى هالقد بيقدر يعمل عملة ياي برافو شو طيب بتصير تزقفين وهو بيشوف انه لك شو مبسك هاك الله هاك بيتطلع فينا بيتطلع اليوم باش انك عملتي خطوة صغيرة اليوم صمت ساعة صليتي ابانة وسلامي ما تقرني لحالي بالاشخاص اللي عم بيصلوا خمسة مسابعة وعشة مسابعة بمهار وبتصير تعيشي انه انا بش قادر اعمل هاك وانا تقدر اعمل هاك اوف شو بدي اعطي وقت ما تعيشي لي يوم ما تقرني حالك بحدا يا ستريدي اليوم الرب ادي عملتي معه صليتي ابانة وسلام عملتي ايه ميت صغير اليوم ما اكلت لوح شوكولات ما صمت لتصيلات ضهر وغشو لوح شوكولات ما اكلتهم وصليت ابانة وسلام من قلبي بتعرفي كيف الله بيفرح فيهم هاو بيزقفلك ياهو مش مصدق انه عملتي هاك بيفرحوا معه قد اللي عمله مارونتونيوس بالصحراء وصام خمسين وستين سنة لانه انت اياسك اليوم هالقد بعد ما صار اياسك مثل مارونتونيوس ما نحنا وين بوصل بها واصل كمان بصير قارن حالي انه انا الله طيسيري حبني لازم بكون مثل مار شربل وطيق قارن حالي بمار شربل مش ممكن بكون مثل مار شربل انا بش قادر يقعد بالمحس 23 سنة مدوق حبة عنب بكرم عم بشتغل في ليل ونار ساعة اللي بعمل هالمقارنة بشوف انه الله طيرض علي لازم يكون مستوى بهالمستوى وبهالمستوى انا مني قادر كون وببلش عيش عقدة الكمال بش هيك الكمال بطلع له وبش هيك الكمال بسعيله بالمقارنة مع الادسين خليني اكتش في حالي روح لعند الله مثل ما انا روح لعنده بضعفي وروح لعنده بتعتيري وبمضيي وبالتاريخ المجوى اللي عندي اياه وبكل الخطايا المرتكبة وبكل العيوب اللي عملها روح هاك وقال له يا رب من هاو بدي بلش بلش قال له يا رب اليوم اعملت لي لك هالخطوة صغيري تنتبه انا طفل عم بكبر مع الله انا بقنع بحالي ان رحت مع الله ان انا رجالي خلين انا رجال بانساني للارضي بس مع الرب انا طفل مبلش جديد ولو كنت كبير عمري 50-60 سنة مشان هاك الرب بيتطلع لي بطفولة الروحية وبيبلش يقولها الانسان عم يكبر كطفل معي وعم يطلع من هاون بيرضى معي بالقليل بالاول وبشوف القليل قد بنظار اللي كان يشوفهم بمرشارويل كان يعملوا اياهن لانه من هاون بتشوف الرب اللي انبسط بفلس الأرمى اللي حطته قد اللي حطه ميات الدينارات بالصانية لا لانهاي حطت كلمة عندها اليوم اعطيتي هلقدي انا اقدر اعطيه اعطيت باللي قدر اعطيه بيفرح فيه الرب قد الادسين اللي يعطيوه مشان هكي خليني امسط بالقليل اللي عم بعطيه للرب لان هذا القليل كل ما عندي عم بعطيه للرب وهذا القليل للرب بياخده وبيكب نعمته محله نعمته بتخليني تينهار اعطيه اكتر وطالت انهار اعطيه أكتر وبعد فترة من الزمن مسيرة مع الرب بشوف حالي بتطلع بالماضي بشوف أنا لك وين وصلت وبصدق بحالي أني أنا أبوصل لهون مشان هيكي خليني أفرح بنهاري وكون واقعي مع ربي واليوم خطيط قل له للرب يوم خطيط مش الخطيط تعمل لي أزمة وكأنه وقفت لي مسيرتي مع الله لأن الرب فاهم ليش أنا خطيط اليوم وفهمه لإلي رح يخليه ظل حبني مش يخليه أنه يوقف محبته لإلي الله معكم مشاهدينا وينما كنتوا عم بتتبعونا بلبنان وبالعالم وديما عبر برنامج ما أطيب الرب عن وين حلقتنا؟ معه أنا في الضيق لقد فشل يونان في تطبيق عبارة لتكن مشيئتك إلا بعد التجارب كثيرة وصراع مع الله وفي سفر يونان كانت كل الكائنات مطيعة للرب مع عدل إنسان العاقل الذي منحه الله حرية الإرادة ليختار الطاعة أو العصيان هكذا الإنسان أما باقي الكائنات فلا تعرف غير الطاعة لذا عند يقينك بأن الله يطلبك لأمر ما لا تهرب قد لا يعترضك الله مثل ما فعل مع يونان وأوقفه وأعطاه فرصة ثانية للمشاركة في عمله وإذا ساورك شعور بعدم أهليتك لخدمة الرب بسبب أخطاء الماضي فاعلم أنه لا يوجد في الدنيا من هو مؤهل لخدمة الله لأنها ليست وظيفة تعطى لمن يملك المؤهلات المناسبة ما زال هو يطلب من القيام بعمله وإن لك بعض فرصة أخرى والله يمنح خلاصه لكل من يقبل إليه اليوم بطوبة وإمام وكما أنقذ البحارة حينما طلبوا الرحمة وأنقذ النبي يونان حينما صلى في جوف الحوت ورحم أهل نينوى لما استجابوا لدعوته إلى التوبة فهو يستجيب صلوات الذين يدعونه إذ هو يريد أن الجميع يقبلون إليه ويثقون فيه ويخلصون فلو استجبنا بالطاعة سننال نعمته ونختبر رحمته لا قصاصه أبونا مروع الله معك يعطيك رعيفي الله معك برموان إحنا ما زلنا متابعين بسفر يونان قصة يونان وقت طلب منه الرب أنه يروح على نينوى اللي هي عاصمة أشور الوسانية واللي هي على عداوة كبيرة مع اليونان وشعب اليونان فارتقى يونان أنه يعصي أمر الرب ويهاجر ويفل بالسفين يهرب وقلنا شرحنا بوقتها بالحلقة شو أسباب غروبنا أوقات من استجابتنا لنيدق الله نعم يلي بتحمل طبيعتنا البشرية الخوف التقليد أقوال الناس البيئة اللي عايش فيها هاي كلها ممكن تكون بحياتي عرقيل بتخليني ملب بدعوة الله لأم حس بدعوة الله فيها كسر للعادات اللي ربيت عليها وللأفكار اللي اتنشأت فيها وبذات الوقت للتقليد يلي بمطرح بيعتبرها الإنسان مقدسة بصير أكتر من الله وهي بتخلي الإنسان يصير محجر ومزروب بمطرح ما بيطلع منه ما في أقصى منه التقليد وقت اللي فعلا بتفرض حالة على الإيمان وعلى حرية الروح ما بيعاش في حرية بالتعاطي مع الله بصير خلص مشبورة تمشي ضمن التقليد اللي بتفرضها الضيعة أو البيئة أو المجتمع العيش فيها وما في أبشع منه الصلاة تكون منبعة أو الهامة تقليد أنا بحب ما يسمى الحرية في التعبير عن حب الله الحرية في التعبير بعليقتي مع الله هاي دي الحرية هاي اللي بتحكمني مع الله وهاي بتخلي الإنسان فعلا سريع بالتلبية لحجات الرب ولني دقياته السيد الحرية منفتقده لأنه نحن أسيرين بيئة عيشنا فيها بشدري يطلع منا أسيرين كلمات من خاف الناس تلدعنا فيهم إذا اطلعنا أو غيرنا مسيرتنا عن مسيرتهم دائما الإنسان بيخاف من كل شي نافر من كل شي مغير بحب يمشي بالروتينة الحياة وبتقليدها هذا غلط يعني اتأمل يوصل يونان تيسير شعبه والتقليد اللي يربع له والعقلية اللي والزهنية اللي بيتعاطى فيها الأشهريين هاو دي أعداء أولاد الشيطان هاو دي شعب وسني هاو بدون قتل لازم يضمح له هاي دا زهنه معبة من هالأفكار عطلت دعوة الله وما خلته يعيش التسليم والحرية معه وفعلا لما نشاف الرب مصر عليه بهالدعوة اعتمد الهروب وللأسف يعني ومدك تهرب من الله لاش اي مطرح موجود بالكون ما فيه الله لاش شك انه الدروس كتير بهال بقصة يونان بنينواء وأول البداية كانت انه ذاته هي محور حياته يعني صحيح كان هو نبي ووجبته يجيب الناس للرب هو يفضل انه يشوف كرامته وذاته شو بنسبه ومجتمعه شوه ورأيه قبل ما يشوف الرب شو غريب هالصفة شو بشعب الرسول الناس ده بترتاح للرسول اللي فعلا دايما همه الله بس ابشع شيء والخطر الكبير انه يتحول لرسول يسوع همه تبيان ذاته والدفاع عن كرامته وبتصير المسألة اوقات نبقى عمد دافع عن يسوع بصهراتنا الانجلية بمحورتنا للناس اخر شيء بتنتهي بالدفاعات عن حالنا وعن افكارنا وعن رأينا وبتصير بتصير الصهرة هجومية يعني فيها كلام عنيف فيها كلام مهين لازم نظلنا نستذكر انه انا تكون رسول بدي يكون حامل هم الله مش هم حالي شو بده يصير فيه وبدي اقبل الاهانات مثل ما قال مربولوس عددته كل ذلك الحبس والاضطهاد وضعت بالبحر والجوع والعطش كل ذلك عددته كالزبل لاربح المسيح عنده هم الله ما اخر همه شو بصير فيه هددوه كذا مرة بسيطلع على رشاليم بتموت لابولوس اخر همه بهمني يسوع عم يحت ندق بقلبي الناس بيطلع وقرى شاليم بشر ضل طالة لفاق والله اطفاق ووسقوه اخدوه اسير على على روما شو حلو الرسول تكون قضيته يسوع منت ناسة هالقضية نحن حتى نحن عم نحكي على صعيد دعوة علمينية انساني بيتبع الله لانه اعتبر المتزوج هيدعوة من الرب كمينا مدعوب بحالة الزواج اتنيسة زيتي واتفانة في سبيل عائلتي هيك الرب دعوة تجواجها للي يومة الام والباي بيبلشوا يفكروا بحالهم وبيكرامتهم وبيراحتهم وبي اه وانا نهنت وانا وانا تلاقي البيت فرط يومة بيضل همه ان البيت بدي حافظ عم حبته بتلاقيه بيتفانة بالتضحية وما بيهمه وبينسى المهم انه البيت بعدني محافظ عليا وما خلاته يفروض ذات الشي رسول يسوع نحن الرهبان منفوت على اساس جناتنا لقضية اسمها الله ندفي بتضيع القضية وبيصير همنا شو الوظيفة اللي بتعطيني طل مع العالم وشو الوظيفة اللي بتعطيني سلطة ومسئولية او بتحقق الربح ضاعد ضاع الهدف يونان هادي معاناته كانت وبيضويلنا كمان انه نستذكر او نذكر طبيعتنا بانتمائنا الاساسي نحن ننتمي للرب ولا خدمته وبدنا نسأل دايما شو عم قدي خدمة لأ الله وهالخدمة لو طلب مني قديها على حساب كرامتي هون البطولي وهذا جميل الرسول وهدي الصدق طبعا الرسالة وقت الفعلا الناس بيشوفوا شخص مش سقلين عن حيله سقلين بس عن الله بيسدوا انه فعلا الاله غالي هالشخص يقدم له حياته اغلى ما عنده يعني المطلوب ايماتي تأذيت حتى نحرره الرسالة الدعوة بده يماتي عن الزيت تحتالي نقدر نكون رسول نعم يونين ما قدر انكر زيته بسبيل خلاص الناس وهي دي اللي خلي يهرب برضو لكن رب لحقه يعني مش انه يوم تل ان احنا بضعفنا منتخلى عن الله او منتركه الرب خلاص بينبش عغيرنا نعم الرب بعد عنده ثقة فينا وبيعرف اللي صار ناتج عن ضعفنا البشري وبيضل حقنا تحتالي يرجع وعق ضميرنا عالدعوة اللي بده ايها مننا نعم يعني تأملي انا ما بوسق بالله او بنسي بمطرح لا بينساني وبيضل يوسق فينا برمروان دايما الرب نعرف نحنا انه بيستخدمنا تايش فينا يعني عدا انه هو الهدف تبشير نينوة وشعبة كان كمين هدفه يش في يونان مزبوط لانه شو اللي سبب غروبه ليونان عنده مشاكل داخلية الزلام وبده شغل هيك بينظر الله للخاطي ما بينظر له كشخص معتدع على الله او مصمم مسبقا اني انا بدي ازي الله الله بيطلع بداخلنا وبيشوف شو الاسباب اللي خلتنا نرفض او نهرب او نتوانع عن تلبية الدعوة بيشوف فينا من جوه جروحات بيشوف فينا اعتداد بالذات بيشوف فينا نقايص وبيروح يشتغل عليها تحتاج يرجع يجل الدعوة ويخليها تتحقق بها الشخص هوني منذكر قديش بيين عضاعف ايمان وقته هرب يعني قدي فكرة انه هو عم يهرب من وجه الرب بوقت انه ما حدا بيقدر يهرب ما هيك نعملها بالأول وبيديوهرب من الله يعني الله مش انه في زاوية بالكون ما بيقدر يوصل لها الله او مش بيش وصل لها الله هو الوجود ما فيك تلغي بديك تهرب من الله بديك تلغي الوجود يالي بديك تلغي وجودك يعني ما فيك مش هناك يعني عمل ضرب من العمى يعني نعم من هوم نذكر مزمور داوود بيقول أين أذهب من روحك ومن موجهك أين أهرب مشان هيك فيه أشخاص بيعتمدوا بحياتهم تحتالي ريحوا ضميرهم أنه نسكتوا ضميرهم لأن الضمير هو الله اللي حقني كل يوم بهالألرميت على الأغلاط هذا الضمير بيجربوا يسكتوا هيك بيفتكروا هربوا من الله أنه خلص الله طفناه حطينا قوف وصار فيه أعمل البدية ما بقع في هالألرم عم يزعجني ويدق لي ما بيسكتوا الضمير ولا ممكن يقدر يسكتوا الضمير مشان هيك ما نجرب نهرب إذا سكت ضميري الحجارة بدا تقنبني الطبيعة بدا تقنبني الأحداث لوحدة هي رح تقنبني الله بيتكلم بكل شيء ورح يضل حقني ما أنه مزعج بس بده يعني ما نهرب نوقف بمواجهة مع الرب ونسأله شو بدك تنلبي ومتى لبينا رح نشوف المجد والفرح اللي نطرنا وعوضة الهروب كان لازم يونان يقعد مع الرب ويستشيره قبل ما ياخد القرار نحنا ما بدنا نوقف على القصة أكتر ما بدنا ناخد القصة ونطبقها على الوقع أنه نحنا اليوم وقتا بننطيع الرب بشيء بدنا نقعد معه ونشوف بده قاعد مع الرب يعني أوقات بحس كأنه في عندي إلهام أو إحساس داخلي أو بصلاة بحس شبه رؤية بتجيني أنه أنا مطلوب مني هيك وبحس أنه ممكن أعمله ما ننقذ ونقبط من إحساساتي بيبعثها الرب لقلبي أو من أفكار بيحطها بزهني أنا وعن بقرأ الكتاب أنا وعن بقرأ قصة أنا وعن بقرأ حياة قديس أو حياة أو عمل روحي معمول الرب بيقطع من خلالهم بأفكار لإليه وبيوجه دعوات ما ننقذ إذا شفناها كبير علينا أو بتتناقض مع تفكيرنا نقعد مع يسوع ونسأله يا رب هالمشكلة هالورطة هالقصة اللي صارت منا حلوة أنت كيف بتلقيني ولا يدعيتني تحت الفوت لهون ولا يخلات هالعمل يصير فسر لي وفسر لي كيف الظهرة وفسر لي شو دعوتي باللي صار نقدر فيه مأزي ما نعتمد الهروب أو نعتمد لغة القواص نصير نقوص على الله وقال الله منه عادل وقال الله منه منيح لأنه رح يبيننا كمان بالقصة أنه اللي هرب منه رح يطلع بوجه مرة تانية يعني ما نحاول نهرب لأنه بسفر يونين فصل واحد بيقول فأرسل الرب ريحا عاتية على أثارة أعصارا بحريا ففزع الملحون واستغات كل واحد منهم بإلهه وطرحوا ما في السفينة أما يونان فلجأ إلى جوف السفينة ورقض مستغرقا في نوم عميك حكينا المرت الماضي أنه ضميره كان نايم وما حاسس بالزنب أصلا الهروب من الله بيخليكي تروحي انحدار نعم حكينا على الانحدارات ووصلنا آخر شي بعش فيه ينحدر أكتر نزل على جوف السفينة يعني ما نفكر هون أنه عدم إحساسه بالزنب هيدا أنه ضميره مرتاح كان من جوه عم يغلي ضميره يونان وكان فعلا إنسان عم يتقنب لأنه وين بيانيت بس طلعت العاصفي واشتدت وشاف مع كل اللي عملوه أرباب السفينة ما فات بقل له انسعتها إذا بدكن البحر يروح معناتها فاهم هو بقرارة نفسه أنه هيدا العاصفي انظار من الرب أن يعود ويلب نداء يلي وجه الرب قال له انسعتها القطوني وكبوني البحر بروح نعم قبل ما نصل لها النقطة بير بدي أحكي شوي عن أهل السفينة أنه هن تميزوا بصفات معينة أنه كانوا وثنيين أول شي بس كانوا رجال صلاة لأنه هن بقلت استغاث كل واحد منهم بإلهه يعني كانوا عرفين أنه هن هن لازم يصلوا بغض النظر لمين صلوا فخاف الملحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه أما يونان مثل ما أنا فقد نام نوما ثقينا أنه مواضع أنه كانوا عم يفتشوا على الله هون لأنه وقتا قاله قوم حكي إليك يعني هن مش مقتنعين أنه إله هو الحقيقة مزبوط كل واحد عنده كان الآلهة طبعيته وعنده عبادته الخاصة ساعتها الرب من خلال هالعاصفة كشف للموجودين بالسفينة ومن خلال يونان والكلمة اللي اتنبه فيها قالهم ارموني بالبحر البحر بيروق و الله بيرضع عليكم وفعلا بس كبوه بالبحر بلحظة سيد الهدوء ووقف الموج والريح وقفت ساعتها عرفوا أنه إله يونان هو الإله الحقيقي نعم وفعلا صاروا يصلوا لإله يونان طي يرحمهم وطي يشفع فيهم لأن شافوا هذا الإله إذا غضب شو بصير وإذا رضيناه وبذات الوقت إذا أسقنا بالتصرف شو ممكن يعمل هون ارتدوا واكتشفوا يهوى اللي بيعبدوا يونان هايدي قصة غريب أوقات حتى بالخطايا وحتى بالإسئات إذا منسمح للرب الرب من خلاله بيقدر يخلق الإجابة بكذا مطرح يعني اليوم هرب يونان ومش كانت إرادة الله يهرب كانت إرادة الله أن يروح على نينوى لكن بهروبه استفاد الرب من هروبه وبشر أهل السفينة وردهم لكن يعني معناته الرب بيستفيد من كل فرصة قطعنا فيها من كل مطرح سلبي رحنا عليه وطلبنا الندامة وجبنا الرب من جديد على قلبنا ساعتها الرب السلب اللي رحنا عليه بيحاولوا لإجابة وبيخلق من هالمكان مطرح تحتالي يكون الناس تتعرف عليها هايدي قصة فينا نقبرها معنا بعد وقت قصة صارت مع مربولوس بس طلع بالسفينة كان رايح أسير على روما أنذر ربان السفينة أنه رجا خاص ما تقلعوا بالسفينة لأنه البحر رح يشكل خطر بيش بس على السفينة حتى عن فوسنا وموتنا ما اقتنع ربان قائد المئة أو ربان السفينة لا عملوا دراساتهم بخبرتهم بالبحر شايفوا أنسب وقت هلأ إذن قلع بينما دراساته العملة بولوس عملة مع الله بالصلاة للأسف ما استشاروا الله بولوس استشار الله كان هذا جوابه هن استشاروا عقلهم وحكمتهم وخبرتهم كانت الكارثة يفوتوا بالبحر آخر شي الأمواج وين أدفتهم ضلت تقتط فيهم تكبتهم على جزيرة مالطة جزيرة مالطة فاتوا عليها بيستضفوه الناس وسانية وبيحسنوا مع عملتهم وبيولعوا له النار طي يدفوا وبيعدوا معهم بالجزيرة كان فيه ابنه لقائد هالجزيرة صاخي بيقرب بولوس بيركعوا بيصليه وبيصححوا وبتركض الجزيرة بكل من فيها لعند بولوس يجبوا له المرضى والساقمين والعرج والمسكنين وشفاهن وكانت باب لأيلوت تحت تلي تنفتحها الجزيرة وتتعرف على يسوع والخلاص اللي عملوه وتصير جزيرة مالطة جزيرة مسيحية تأملي هالرحلة لو مشوا بإرادة الله ما كانت صاري برضو مشوا بإرادتهم الرب استفاد وخلى الموج يقضوا في السفينة على هالجزيرة ويتبشروا هالجزيرة من مربولوس نعم معناتها ما نخاف من السلبيات اللي عملناهم من وراء عنادنا من وراء عمينا من وراء عدم طاعتنا لإرادة الله هروبنا منه ما نخاف إذا صارت بمطرح خلينا نرجع نسلم قمرنا للرب والرب بيرجع من خلال السلب اللي عملته بيرجع بيخلق إيجابي وبيخلص الناس حتى قبل ما ضيع الأفكار بير ماروان هوني انه هونيك رفض يخلص أهل نينوا هوني برضاء قال لهم انه خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم انه عم بيبين انه هوني حبوا الأعداء يعني اللي هرب منهم هوني طلعوا بوجه طلعوا بالسفينة هن الوسانيين وفديهم برضاء وبذات الوقت تتشوفي كيف إرادة الله بتحول ولكن الشجاعة اللي بتحلى فيها قالوا كبوني بالبحر يعني إذا كان فيه ما يعلن لأن هو بقرارة نفسه عرف نعم انه سبب هالعاصفة هروبه من الله وفعلاً اتحلى بالشجاعة وطلع بهالقرار كبوني بالبحر تحتيني خلصوا انتوا وتخلصوا السفينة وكبوه بالبحر هالعمل الفدائي متل ما عم تقول اللي قام فيه خلص مان في السفينة وخليهون يقامنوا ويكتشفوا يهوى وبذات الوقت خلى الله يتدخل ويفتقدهم جديد ويبلعوا الحوت نعم بس كمين هوني أظهر على عناد لأنه رغم هيدا كله ما قال أنا أخطقت وهو عارف انه هيدا الرياح العتية كانت بسبب عناده بس بلش تتحلحل بينه وبين ربه نعم مان هون الرب العاصفي بيسمح فيه أوقات تشتيح حياتنا بيبلش يكسر العناد اللي فينا ويفتح عينينا من العمل اللي هي فيه ويخلي الإنسان يوصل للقرار اللي اللي بده إياه مش أن يكي الله بيستغل الظروف بس مش فرد مرة بتصير لكن بلش تتحلحل عنده أوكي هلا ما أعلن فرد مرة بعدين أفهم وفهم الله ما أنه موضوع أهرب منه موضوع تطيعه لكن بلش تتحلحل معه أول شي طلع من جوف السفينة وأعلن للربين كبوني لأن أنا السبب بها يجي البحر معناتها بلش يلين مع الرب ويعترف أنه أنا غلط وهيدا غضب الطبيعة من ورا غلطي بير مروان بالنسبة لأنه ليش كابوه بيقول لم يكتفوا بالصلاة وإنما ألقوا القرعة لمعرفة المزنب يعني هون واضح كأنه عندهم بينين أنه عندهم إيمان أنه الخطية هي اللي بتجيب المصايب حتى عملوا هالقرعة تشوفوا مين المزنب ما نقول خطية خلينا نقول عدم الطاعة لأ الله ليه عدم الطاعة مش خطية بلا أنه أنت منقول هيدا الكلمة منقول هيدا لأنه هاي أكتر بتوضح بتشمل وبتشرح الخطية كلمة كتير كبيرة ممكن يفكروا أنه عمل خطية معيني تنقول شو الخطية اللي عاملة عدم طاعته لأ الله وصليت أنه فعلا شر يصيبه ويصيب كل اللي معه وإعادة طاعته لأ الله سبب أنه يخلص اللي معه ويتبشره ويخلص نفسه نعم حتى بيقول أنه كانوا عادلين وعندهم رحمة وشفقة لأنه بعد مع طرف يونين أنه هو عبراني وخي وخيف من الرب بالسماء أو بالهربان منه ما كان سهل عليهم أنه يموتوه يعني جربوا قد ما فيهم يخلصوا وفي ذات الوقت هن صاروا يزدتوا الغراض بالسفينة يعني كان كثير صعب عليهم يتخلوا عنه ويرموه بالبحر بالأول ما اقتنعوا معه إنه لا أنت يعني كان عندهم شفقة كان عندهم شفقة ومعنيتها هالفكرة اللي مربية عنه إنه هاودي ولاد شيطان وهاودي طلعوا ناس هاودي وسانية ما بيعرفوا الله بس معترين ومن جوا طيبين وقابلين إنهن يسمعوا البشارة ما أنهن مسكرين شعب عنيد أو متحجر وشعب كان متعطش لسمع كلمة الرب مشان هاكي كلها اكتشفها يونين من خلال هالأحداث الأطعفية وخليه الرب يغير ذهنه تفكيره بهالشعب اللي كان حاطت صورة مسبقة عنهن إنهن هاودي عطلين مشان هاكي أوقات الله بيكسر لي أفكاري بهالأحكام ما في أزعج منا الأحكام اللي بتربى براس الإنسان مسبقا عن أشخاص أو عن حالة وما فيك تغيرينه إياها لكن الله عنده طرق كيف بيقدر يغير الزهن ويشيلني من الحكم المسبق هون يوكى أنه كان فيه تشبيه بينه وبين الرب يسوع اللي فد أعداءه كمان إيه؟ هاي دي صورة فعلا يعني كان كتير نبي عظيم يونان في كذا صورة فيه بكذا مطرح في كذا صورة لما شبه حاله يسوع يونان لما نقلوله اليهود قرنا آية لنؤمن بكم بقلن هذا الشعب الجيل الشرير الفاسد يطلب آية ولا يعطى له إلا آية يونان النبي معناته اللي صار مع يونان هو صورة على اللي بده يسير مع يسوع على الصريب الذي يفدي شعبه برداء برداء ويلي قعدته بباطن الحود ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هي قعدت يسوع بباطن القبر ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هاي دي شو كانوا بوقت اليونان اليهود عم يطلبوا اليهود كانوا نطرين يسوع يجي يبطش يسوع مثل فكر يونان يسوع اللي بيجي بيشحط الرومان وبيعلن الملك لإسرائيل يسوع اللي بيجي أبضاي وبيعمل سلطة سياسية نطرين هيدا إلولوا بوقتها ليسوع إذا أنت المسيح قرنا آية فرجينا العظم طبعاك والإدرة والقوة لأنه عندهم خطة بدهم يسوع يجي متل ما الخطة هن رسمينها نعم قال لهم يسوع قال لهم بيش يسوع متل ما انتوا بدكن يسوع متل ما هو بده ومتل ما هو رسم الخطة وقال لهم الآية الوحيدة اللي رح بينكنيها رح تشوفوا يسوع يوم القيام معلق على الصليب وبباطن الأرض ثلاثة ايام مخبة بباطن الأبر متل ما كان يونان بباطن الحوت رح تقاملوا بها الآية قالوا له لأ قالوا هذا هو يسوع وفعلاً هون بلشت القصمة بين فكر يسوع وفكر اليهود اليسوع يلي مجده على الصليب واليهود يلي كان بده من مجد الله بالسياسة والسلطة وبالبهورة برماروان رح نوسع أكتر بهالنقطة بس رح نتوقف مع بريك مشاهدينا لحظات ومنتابع عودة لكم مشاهدينا برماروان تعليقاً عن النقطة اللي كنا عم نحكي فيها قبل بريك نعم لك ورد بلو 11 الآية 31 وأهل نينوى سيقفون في يوم الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونان ها هنا يعني عم بآل بين كرازته وكرازة يونان الرب يعني ليش فعلاً نبعه كرازة يونان لمن كانت موجهة لشعب ما بيعرف الله شعب وسني شعب جاهل وتابوا بإنظار يونان وهون كرازة يسوع موجهة لشعب الله يلي كان مفترض انه هن يحضروا لمجيئه كانوا عم بيحربوه وقال لهم يونان وضعفه وتابوا العالم ارتده وهون أعظم من يونان وانتوا شعب الله وما عم ترتده مشان هيك شعب نينوى سيقوم في الدين ويدين هذا الشعب لأنه تنطبع عليه الآية اللي بيقولها يسوع بالإنجيل الأولون آخرون والآخرون أولون يعني هالمعجزة اللي صارت معه أو هالضيئة اللي مرأ فيها يونان قديش زدت له الأمجاد الأبدية إذا بدنا نقول تبه يونان ما بنا نبينه مثل النبي يلي لو كان هرب وعبر عن ضعف بمطرح بس من جوه إنسان كتير بحب الله لأن بعدين رح يبين اديش عنده ثقة ادي عنده تسبيح ادي عنده حب للرب ادي عنده اتكال عليه ما تغير الله معه ويونان ما تغير مع الله لكن بمطرح تتصرفك يونان غلب الطبيعة البشرية على إيمانه وهي بتصير كتير مع ادي سين نغلب بطبيعتنا نغلب بالضعف اللي عندنا نغلب بالأوضاع اللي عم نعيشها تغلبنا وما بتخلينا نقدر فعلا نكون على قد المسئولية او الوعد اللي اعطيناه لربنا بس هيدا ما بيخلي الله يغير نظرته فينا لا لأن من جوه طينة منيحة طيبة القلب حلو يونان إنسان طيب هلق صار معه غلط وربنا بالعكس هون طيباره انه كلنا معرضين لو كنا ده مظبوط بعدنا ربنا عم يتطلع بقلبه لا يونان عم يتطلع بطينته نعم عم يتطلع بإيمانه الحلو بذات الوقت علموا كيف يتخطط ضعف البشري ويروح على الشي الحلو اللي مخبى عنده إياه جوا نعم نرجع لأهل السفينة بس هيد البحر تأكدوا من وجود الله بالأمر فآمنوا بالرب وزبحوا له زبيحة وندروا لإله ندور هول الوسانيين نعم برجع بقول الكتاب يونان واحد الآية 17 أما الرب فأعد حوتاً عظيماً ليبتلع يونان أعدا نعم شو حلو يعني مفيش صدفة مفيش صدفة مفيش صدفة كله مدبر تتشوفي هون الرب عم ياخد هالأحداث لخيرهم دايماً تدبير الرب هو لخير نعم قعدت يونان بباطن الحوت على الأكيد هون الله عم يعمل بيونان ولادة جديدة هون بتنطرق الكلمة اللي بيقولة يسوه حبة الحنطة يجب أن تموت لتأتي بثمر على الأكيد عايش خبرة الموت بباطن الحوت أصلاً بلشت الخبرة بلحظة الكبو بالبحر عرف إنهم عم يكبوني خلص أنا بايح للفناء للموت والبحر رح يبلعني ويغيبني بالنسيان أعد الله حوتاً يابت العيونان عايشوا بهالظلم تلت أيام بباطن الحوت بس ما خلى البحر يقزيه أو يغرقه أو يفطسه أخدوا هالحوت وبزقه مطرح من رب بده يبعطه وكان يتعونيك النتيجة يعني أنا بتصور هالتحويل هالتغيير هالارتداد صار بباطن الحوت وباطن الحوت له رمزيته الكتير حلوة بالحياة المسيحية باطن الحوت هو قلب المشكلة باطن الحوت هو قلب التجربة باطن الحوت يقلب الصعوبات اللي يقطع فيها هيدا باطن الحوت قلب العالم فينا نقول قلب ظلمة العالم يلي بنقطع فيها والدني بتعتم علي هونيك الإنسان بيبقى فعلاً عم بعيش مقسات عم بعيش حزن عم بعيش خوف لكن إلى جانب هاو الرب هون يحيي نفس يشحل منا كل ما هو غلط عم بعيد مع الإنسان بتعرفي بلاحظات المصيرية الإنسان كتير بيستعيد حسبات إيمانية براسه بالأوقات الفرحة ما كان يعبرها ما كان يستعملها كان ضببة وحاططها إنو مش وقتها مشان هيك باطن الحوت كتير مهم كالإنسان يقطع فيه المشاكل ضباها الدى ردت من الناس للتوبة ودى وعت من الناس على الإيمان يومة الأيام المنيحة والحلوة ما كان فيه مجال تقدر تفوته على قلبه للإنسان هونيك تخويله إيه ولادته جديدة صارت ليونان ويلي هي صورة للخليقة الجديدة يلي خلق يسوع من خلال موته على الصليب مروره في القبر وقيامته وانبعاثه بخليقة جديدة اسمه شعب الله برمانوان صحيح بلشت بمقساة قصة النبيونات ولكن لو تركوا الرب كانت رح تكون مقساةه أكبر طبعاً كان رغم كل السعاب رغم كل السعاب نعم انت تشوفي الله ما بيقس منا الله دايماً بيلحقنا وعنده خطه لقلنا ودايماً بيتطلع بالحلو اللي فيك ومنه بيجرب يبينه ما بيخلي السلبي على طول هو يسيطر عليك شو حلو الإنسان مهما كان مضيه وقداش بتكون أغلاطه يضل يوسق ب الله ويحبه لأن الله بعضه بيحبه ما بيتركه وهي قديم محبته بتدل إنه محبته سابته ما بتتغيّع لغم كل الظروف بضرور بيرمان وان هوني كمي قديم هم نتذكر المزمور 91 بيقول يدعوني فأستجيب له ومعه أنا في الضيق أنقذه هو أمجده قدي هاي دي تبلورت هالآيات بضيئة النبي يوناني؟ شو حلو بتعرفي نحنا الرهبين عنا كليوم صلاتنا الصبح أو المساء إذا بتقريها بتخبر هالصلاوات عن بكل صلاة أصلا فيه مزمور هالمزمير ما تتصوري إذا بتتأمل فيها والقراءات الده كلام الله بيقرج روحاتك بيقرى معايناتك بيقرى الصعوبات اللي عم تقطع فيها شو مهم نرجع لكلمة الله وعليها نقدر نلاقي بلسم للي عم نقطع في نور نقدر نستشف شو إرادة الله بللي عم بقطع فيه فسر شو هي الده مهم كلمة الله الده فيها من الغذاء للإنسان بيبقى جعين تعرف في أوقات بيزهق الإنسان من كل كلام الأرض وحكمة الناس يعني ما عنده شي جديد إلوه كلامهم دايما مبني أوع مصلحة أوع تفاها هيد الأرض أو كلامهم مبني على 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 شي بيقس بحزم بزيد الحزب قداش نبحيجي لكلام الله اللي بينعوش بيعطيني أمل بوسط العتمة وسط كل شي مسكر بالحياة بيقول لي ما تخاف أنا هون ما تعطي الهم كله بيثبت بتحسي مع الله ما بتفقد الأمل شو مهم نرجع لكلمته ونعتمد على كلمته بالأمور الصعبة مشان هيك أنا هون بدأ الناس قدام صعبات حياتهم يسكروا دينايون ما يروحوا شماله يمين الجارة وفلان وفليتين ويكتروا النصائح على 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 رأسهم بضيعوا والعالم دايما بتعطيني النصيحة يلي بيظاهرة شوية هيك فيها تعزية لكن بيبطنها مبنية على حكمة الأرض خليني روح دايما وصب على كلام الله بالإنجيل هونيك رح لقى الزوادة يلي بتشيلني من مصيبتي حتى بيقول دعوه وهو قريب يعني هو أقرب لألنا من المشكلة إلهنا إله بحبنا شفتي ما يقس من يونان ما بتوقف بدربه المشكلة أو بتغير له رأيه فيك إلهنا إله بينظر للأساس الموجود فيك لنيتك الطيبة وما بيعتبر كل شيء أخدته قرارات إرادتك لو كان خارج عن إرادته قادر يروح ويصلح ويخلي الطيبة اللي فيك تبين واضح أنه الرب ما بيتراجع عن مشاريعه يعني اللي بدوا يعملوا بدوا يعملوا وحتى الحوت ما قدر عرق المشروع ربنا بابتلاعه لا بل سيهم بمشروع الله أخد يونان مطرح ما كان لازم يروح لأنه بتدوير من الرب صار ابتلاعه ورد بيونان ثلاثة وأمر الرب يونان ثانية هون بشدد على كلمة ثانية إنه عطاه فرصتين للحيح يعني ما نخلق خطايا الماضي تعيق تنفيذ أمر الرب مرة تانية مضبوط يعني ثانية لأن الله ما بيزهق من الإنسان وما بيزهق من ضعفاتنا ومن كترة سقوطنا بيحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين إلي ما لا نهاية نعم الله إذا بتفتحينه المجال طالما بيلاقي بعد فيكي واحد بالمية أمل بيضل يشتغل على الواحد ويحارب التسعة وتسعين من اليأس مش هناك إليهنا إليه كله أمل ورجع اليأس ما إلوجود بأموسه خلينا نتشدد ونعرف شو ما صار الرب ما غير رأيه فينا كمين قدي مثل ما قلنا أنه خطيانا ما تحسسنا أنه نحن غير مؤهلين لخدمة الرب لأنه إذا ما نجي للواقع ما حدا مؤهل نرجع بقول الرب من يدعوه يدعو إنسان مجبول بالخطيئة وبالضعف والسقطات ومجبول بماضي هاي الدعوة الله لما بيوجهها لإليه بيعرف تاريخي يا مش عن استحقاق مني براه وبش بس ساكي بش عم بيوجهها لملاك خالي من النقص عارف عم بيسلم الدعوة لإنسان نقص عنده عيوب عنده عادات سيئة عنده ظروف وعنده ماضي وكلهم بيعرفهم بشان هيك الرب هاو إخدهم بعد الاعتبار ونهار الوجه الدعوة موجهها كأنه هاو بيش موجودين فهمهم هاو إذا بمطرح سيطره أو عرقله قادر الرب يفوت وحط لهم حد وقدر بلطافته يفسر لك إنه هاو ما بيخوفوني منيك سالمين إياهم نقضي عليهم ومنروح للأحسن المهم نظل نصغي لقالله أبشع خطيه بيعملها الإنسان تسكير قلبه على الله يأسه من الله هاي أبشع خطيه هاي اللي بتمنع الله يشتغل ما تبقى لا الخطايا ولا النقاييس ولا شيء ولا الشرور ولا الهروب ولا الضعف ولا السقوط طالما عندي أمل بقالله بيظل يشتغل من خلال الأمل وبيقضي على كل هالنقاييس وبيخلي مشروع يتم فيه لا يطفق فتيلة مدخنة نعم صح وقصبة مرضوضة مرضوضة بير ماروان بالنسبة ل بيقول بيحنى ثلاثة الأية عشرة لأ قبل بنا نحكي إنه كيف هتف يونان وقته قذف الحوت يونان إلى البر قال له للرب الخلاص فانفتح الباب إنه عم بيسبح وسط الخطر عم بيسبح نعم التسبيح كتير مهم يالي نحنا بوقت الخطر نعتمد التجديف والمثبت واللعنات وممكن نوصل فيه على الله نصينا نسب لأ الله ونكرفت لأله شو مهم بوسط صعوباتي سبح وقال له يا رب بشكرك إقلال بقلوه على الأكيد ومنحس فيه جنون إنه كيف شكل بالمصايم أنت عم تشكر الله عشو عم تشكره إنه بعث لك مصيبة إنه سمح وتركك بالمصيبة هذه حكمة العالم نعم لكن أيوب بس قلت له مرته عشو بعدك بتحب الله بعد كل اللي عامله فيك لا خلى فيك صحة لا ترك لك وليد لا ترك لك ممتلكات عشو بعد بدك ايه بإلا حاشا أنه نكفر بأله أو نقبل من الله الخير ولا نقبل منه شر يعني بحبه وقت الخير ووقت اللي بقطع بمصيبة باش بحبه شو قال محبه هاي لك كيف وبقى يسبح الرب طيلة حياته والرب افتقده وجعل منه مثل للتاريخ بصبره باحتماله معناته أنه سبح الرب في مصيبتنا شي كتير عظيم قدام الله نعم بس حتى بأيوب كان عم يشفي فيه شغلة مهمة اللي هو أنه أنا شو عملتلك حتى تسمح هلأ إذا بدنا نحكي إيه عن شخصيته لأيوب لا أقول أنه هناك سماح في قصة طويلة لكن أهم منها الله من خلال أيوب رب أجيال وصار أيوب مثل بالتاريخ يا صبر أيوب علم الأجيال أنه نهارا بدك تحبني بد يكون عندك الصبر والصبر فضيلة والصبر أساسي أنك تتحمل أوقات إرادتي يلي ما بتعجبك وإرادتي يلي بتاخدك على مطارح كتير بشعة وإرادتي يلي بتاخدك على صعوبات ما بتتمنيها بدك تصبر لحتى اللي تفهم حكمة الله شو بده من وراء هاللي أخذتك عليها نعم هون الصبر ضرورة وانتظار الرب وعدم الاستعجال ونحن ما عنا إياها أول ما تجي المشكلة بيكون لساننا سبقنا بالمثبت بالنقمة بالتكسير صفته نعته لأله وما بقى بدي حدا وبيخد قرارات متسرعة متهورة بعدين ازعت وعيد بندم كتير عليها نعم بير مروان واضح أنه بالكتاب المؤدس هناك كتير عجايب صارت من بعد التسبيح مثلا التلاميذ كانوا يسبحون ويباركون الله بلوقع 24 أتى إليهم الروح القدس وامتلقوا جميعا منه أنه كانوا هون عم بيسبحوا رغم أنه كانوا عندهم الخوف من الوضع اللي كانوا فيه قبل حلول الروح القدس كان الرب مشدد هون ضعافتهم نعم وبعدين ما ننسى كانوا مؤمنين صحيحين يعني إيمان صحيح كان مين ما بيسبح يعني دايما هناك عجيبة من وراء ما نكون عم نسبح وسط الخطر ما تتصورش وهالشهادة القوية في ناس عندهم صعوبات ما بتنحمل بتفوت اللي عندهم ما بتسمع منه الكتاب الخير قال الله أبونا المجد ليسوع ودايما بصعوباتهم بينبشوا على قيات من الكتاب المؤدس تيشبهوا الوضع اللي هن فيه بيمطرح الكتاب حيكي عنه وتيقولوا إنه الرب كمانا صار متل ما صار معنا مع هالشخص ولك كيف تعطى معه ولك اللي ونوصله ما تتصورش وهالشهادة يعني اليوم أنا بسواف قدام إنسان رغم صعوباته محافظ على هدوءه على بسمته على صفاء نفسه وعقيمانه وصلاته هادي شهادة ووعظة بالنسبة إلي قدام المجتمع أكبر من مئة محاضرة بعملها أو لهوت بدرسون الشهادة بهالموضوع أن أسبح في وسط الألم تأثيره كتير على النفوس قوي حتى صلاة يونان بجوف الحوت تستحق التوقف هنده بس ما بديش إسلقها خلينا نكفي إنه كمان بولوس وسيلة كانوا عم بيصبحوا الرب وهن بالسجن من بعد هذا الموضوع صار هناك عجيب إنه مفكت قيود الجميع وانفتحت كل الأبوك تسبيح بيعمل عجيب تسبيح غريب يعني هو أصلا من الأسلحة اللي لازم نعتمدها وسط الضيق السلاح كتير قوي وصلاة كتير فعالة تسبيح صلاة الأنشودي أنه سبح الرب شغلي كتير كبيري نعم في خبرية عن يسوع تخبروها بيقل كان يسوع اللي عم يتمشه بطرس مرة وظهروا برات قرشاليم واسترسلوا بالحديث عن الملكوت تبعدوا كتير عن الأسوار وعتمت الدين عليهم بيشوفوا بيت مضوة بيقلوا يسوع لبطرس سروح استأذن صاحب البيت إذا بيسمح لنا نقضي ليلتنا لأنصار خطرا راجعة كان في قطعين طرق نعم إذا بيسمح لنا إنه ننام عنده بالأبو بحيالله مطرح بس تنقضي هالليل بتين نهار على ضوء من الرشع راح بطرس تحتالي يستأذن صاحب البيت مزعوج إنه عم تزعجوني بالليل لكن بس عرف الوضع سمحلوا يناموا بأبو على حطب حطب بفوت يسوع بيستلقي على الحطبيت وبنام بطرس على بيب الأبو تحت اليحرس بقلوا يسوع لبطرس بقلوا لازم يا بطرس تسبح الرب مش لازم تنام ما تنشد للرب المزامير وبلش بطرس يسترسل بصوت الحلو ويغني المزمور على صوت العالي بيقع صاحب البيت شو بيونه ودي استقبلتون واستضافتون عندي تحت يزعجوني نزل بغضب لتحت وفيت على الأبو بيطلع بوجه بطرس نام على البيب بحطه وبيضربه وبيحمل حاله وبيرجع على بيته أكل قتلي بطرس بقله يسوع لبطرس بقله يا بطرس مش لازم معاناة توقفك عن انك تسبح وتمجد الرب لازم تكفي تسبح الرب بش لازم يوقفه الصليب بش لازم يوقفه بقله بطرس يا يسوع بقله يا رب بدك سبح بسبح يعني بس انه بشرط بتاع نام محلي وانا بروح نام محلك على الحضبات بش بستعد كلمة وعايته بالتسبح انزل ياكل قتلي وطلع انا بوجه ورضي الرب اجا نام يسوع على الباب راح بطرس نام على الحضبات واخد بطرس بصوته من جديد يرجع يغني ويبنم ويبندح للرب بيقع صاحب البيت طاير من الغضب انو شو ما فهم هيدا انو بعدهم كفة وبدو يزعجني نازل لتحت غضبان بيشوف يسوع فاتح اداء وناطر القتلي نام على الباب قالو زيعة جنب انت كلت قتلي بديد قتلي نام على الحضبات مش حافظ له وشه رجع كفة عبطرس معناتها خلينا نتعلم نسبح ربنا وما نهرب نمشي كلنا لانا المشكلة هبت منها لحقتني اخو راح حط الله بالمواجهة خليني سبح الرب هاي المشكلة اللي قطعني فيها ما توقف تمجيدي وقلب اللي بيهتف للرب وبيحبه ما نوقفه والرب بساعتها راح منها الصري بيحول نقطة مهمة اللي ذكرتها بير انو مش التسبيح هو اللي سبب له القتل انو راح يكله يمكن كان القتل وليحقته المشكلة وان احنا وقت منهرب من مشكلنا وان تهرب من مشكلة لحقتك يا ما فكر انو لانو انا ميشي مع الله كترة المشكل حتى لو ممشي وان بس اهرب عم حط الله بالمواجهة ما خليني وقف انا بالمواجهة وكفي تسبيح وحبه لالله لان بعد هالمواجهة في راحة وفي مجد يا الله يا ابو ناشكين بدي اسألك منرجع ل اه وطب يقول المزمور تكتئب نفسي فيا فلذلك اذكرك انو قدام هم نحنا عند لحظات هديئة نذكر الرب يعني قدام المزمور هوني واضح مظبوط هلا بتعرفي اوقات الحزن والصعوبة والصليب كتير بحس الله قريب لالي وانا كتير قريب لالو بحس صلاتي فيا كتير تركيز وبيبقى مخي كتير جانع صوب الله هيدا السبب يمكن لسماحه بالقلم لانه اوقات كتير الفرح مش معنات الفرح بيمنعني ان احب الله بيحبه بس قوة الصلاة بالفرح بتكون اقل من قوة الصلاة بالقلم والكقابة والحزن والمشاكل الصلاة هونيك بتبقى طالعة من نفس معصورة والكلمة بتبقى طالعة من الجوارح من جوه من القلب من كل العاطفة بينما بالفرح بتعرفي قلب متهلل بتطلع الكلمات بسرعة او بهينة ويبقى الانسان مفيه صعوبة بصلاته مشاناك الصلاة كتير مقبولة وكتير قوية بتبقى باللحظات بيبقى مطافية بمشاكل ذكرتني وقت قالوا له التلميزان قالوا له اينا توقي قالوا نلحقوني تتشوفوا شون شافوا يسوع اللي بيعمل عجائية وكذا قالوا له كتير حبين طريقتك نعم مش هيدا يسوع يسوع ليس له مقوى ليس له موضع يضع عليه رأسه تعالوا تفرجوا على يسوع يسوع رايح مشوار على الجرش دي قبل ما تنبسطوا بالظواهر شوفوا اذا فيكم تحملوا مع يسوع الصليب نعم بيقولوا كمان انه بعد يوم واحد من الكيرازة الجميع امنوا بإله يونان تابوا عن شرورهم وصاموا يعني هوني واضح كان عنده ظهر من جوف الحوت كان عنده قوة غريبة تحتى هي ليس بتاخد معه اكتر من يوم بيوم واحد قدر بشرهم وتابوا عا بقلك بباطن الحوت صار فيه تغيير مع يونان صار فيه تحويل هونيكي صار فيه اسمه الطوبة الارتداد وبذات الوقت صار فيه بهالظلم اللي عايشه اختلى بنفسه وشاف اغلاطه وتاب عنه يعني بهالفترة اللي قاعد فيها بباطن الحوت كانت كفيلة تزيل كل العوائق يلي خلت يونان هربين يلي خلت يونان يصم دينايا ويسكرهم عن سميع كلام الرب على الاكيد بس بزقوا الحوت بزق انسان جديد وانسان غسلته نعمة الله طهرته من الشوائب وجعلته رسول حقيقي نعم وصعت اللي بروح كرسول حقيقي بحكي الكلمة تخرق صخور تعمل ارتداد ما بيتصورها العقل فيها قوة نعمة تبقى غريبة الكلمة مشان هكي نحنا اوقات كلامنا عقيم مع الناس لان نحنا بعد ما عملنا الارتداد الصحيح بقالنا بعد ما نحنا نتغير تنقدر نغير يونان صار معه التغيير بهال بهالقصة اللي قطعه من السفينة لكبته بالبحر للحوت لبزقته عشر صار فيه تغيير كله هوني نعم بيونان ثلاثة الاية عشرة بيقول فلما رأى الله اعمالهم وتوبتهم عدل عن العقاب الذي كان مزمعا ان يقعه به بهم فعفى وعفى عنهم انه قديش هون بيبين انه هدف الرب مش الانتقام بل هو التأديب اليه نباي ولا مرة بدون انتقامنا وعا اصلا العقاب بيكون دايما هي نتيجة خطيانا رح نكفي بير بس رح نتوقف مع بريك مشاهدينا لحظاته ونرجع وصلنا مشاهدينا لآخر فقراتنا بير مروان قبل ما نتطرق لأسئلة المشاهدين بيقول هون فطوبة اهل نينوا فاثار ذلك غيز يونان وغضبه الشديدين يعني اديه هون رغم اللي صار معه بجوف الحوت بعضه عنده غضب انه هن يتوبوا لأنه بعد الطبيعة القديمة يعني تغني نسي رحمة ربنا عليه مش نسي بعد طبيعة القديمة منشفت بعد مصارة تحويل كامل مصارة الايامة بعد بنفسه ليونان يعني بعده يونان انسان عم يتخبط بصراع بين ما هو قديم وما هو جديد عم يخلاق الله فيه بيبطرح بتضل الطبيعة القديمة فينا تبس الافكار السودوية هالحقد اللي محشعج هالنظرة شريرة للناس وبذات الوقت هالتحجر اللي يعني بيضلوا نيبسوا بس بعدين انشافها منهم بس شاف النتائج بس حتى قال خير لي ان اموت من ان احيا يعني لانه هلاكن متهم طلب الموت لنفسه يعني كان عنده يأس واكتئاب بتتشوفي اديش عنده حب و ادي عنده رفع بحبه يعني اليوم طلب يموت لان ما تابه لا هون من بعد ما تابه لانه كان يتمنى هلاكن وتابه والرب غفر له طلب الموت لز نفسه هون بعدها تأثير إلنا طبيعة القديمة يعني بعدها مسيطرة على زهنه يعني ده كم اكتئاب الاكتئاب بس بعد هون افكاره ما تحررت بعد عنده الافكار السوداء يلي رغم انه مع كل الحوادث الاطعفية وكل شيء اعلنه الرب من ايرادته بعدها طبيعة القديمة عم تبس هالافكار بزهنه هم ما بذكرنا بالابن الاكبر كمان كمانا بس اهم شيء يونان يعني مش بس اهل نينا وابدون ارتداد حتى الرسول والمؤمن بده ارتداد بديك يعني اليوم مش معناتها انا ابونا عم بشر الناس معناتها انتو طاعوا الاندي العم بشركم فيه انا وياكم بدنا نروح عليه لان انا بدي ارتداد وانتو بدكن ارتداد الناس بيفكروا لاني حكيت عن الموضوع ووصفته معناتها كاني انا وصلت وهن لازم يلحقوني انا وياهم بعدنا عم نجاهد تنوصل الرسول مظبوط هن ارتدوا ويونان كان بحاجة لارتداد وبحاجة لتغيير حياة وبحاجة لتغيير قلب وزهم يعني الله عم يشتغل على اثنان يعني دين احنا دين ربي بيعطف عناس نحنا بنستعجل انه ينالوا عقابهم لا طبعا الله بيتطلع على النظرة باي ونحنا بنطلع نظرة الغريب الخطيئة اصلا الى شغلة فينا الخطيئة خلتنا اغراب خلت البدايئنا نتمني له الموت وطفيت شي اسمه محبة وتعاطف مع الاخر وفهمه للاخر هون كمان القصة بتقول رح ارجع الطرق لصلاة يونان بركب بحلقة مقبلة ضمن موضوع الصلاة مش غلط نرجع نعطي موضوع الصلاة اهميته كمان انه قدي حزن على اليقطين اللي زراعها وبكي بوقت انه اهل مدينة نينوا ما بكي انه هن رح يهلكوا مظبوط نشاه التحجر التحجر اللي عنده بذات الوقت تتشوفه الشريعة شو الشريعة اهمه هي مهمه الانسان وهذا كان المجتمع اليهودي وما زال اليوم هده التحجر عندهم كلمة الشريعة والوصية اهم من البشر وحياتهم وفرحهم ويا ما تصادموا هنه يسوع بها العقلية ياللي كانوا عم يدافوا على الكلمة ما يدافوش على الانسان العايز والمعتر نعم بير مروان نستفيد من هالحلقة نطرح بعض الاسئلة المشاهدين عنا ماجي جابور بتقول الله يقويك يا ابونا في اشي موجودة فينا من حس انه نشفينا منا بقوة الروح بترجع بوقت التجارب والحرب الروحية بتبين معقولة في اشي الله ما بده يشفينا منا كرمالي قدسنا من خلاله بحبكم كتير وانتو بصلاة دايما لك كلام ما بعرف اديش جواب بيكون شافي لكن في اوقات ولا ممكن الرب في شي ما بده يشفينا ما ممكن بس بيخد وقت ليش طول او لا ما عم يستجيب هادي بدي جلسة مع الشخص المعني نقرأ كل الظروف اللي عم يقطع فيها ونشوف شو ارادة الله لكن ارادته دايما ان يشفى الانسان ان يكون سليم هلا لا يتأخر وما يجاوب على بكير هادي بدي اقعد مع الشخص يعني ما فيه يعطي الجواب هيك عامة ما بينعطها نعم مشاهد حابب يشاركنا بالشهادة عن عودته الى الرب مثل الابن الضال من سنتين بلشت صلي على اسعر حادث معين والروح القدس خليني اعرف طلبات العذرة الخمسة ولا اسمعكن ولا اسمعكن واليوم بقول للجميع مهما كان اللي عم تمروا فيه من احداث قليمة ما تخافوا ووسقوا بالرب شو حلو بس لايك الاختبار شو مرير توصل لهم يعني قطع بحادث قوي خليه يوعى الايمان وعليقته بالله بس المهم النتيجة حلوة رائعة هاذا خبرتو بتقدر تفيد كتير فيها من الناس اذا قعد معهم وحكيهم مباشر نعم روبا شو لازم اعمل حتى سابر بالصلاة لانه يوم بعمل المسبحة وثلاثة لا بده تصلي المسبحة بتعرف انه المسبحة بس نلقطها بيدنا قوات جهنم بتتحرك تتوقفنا قد ما بتزعجونا الصلاة وبتجرب تعرقلنا بالنعز بالتشتيت بالعبقى بديقة الخلق خليها تكفي صلاة المسبحة ميشا بتطلب صلاة تحريرية للذهن بانتظار انه تقدر تطلع على السنترز من الله لاد اهله وسائله فيها بده صلاة بانتظار انه تطلع وبتسأل شو هي الطرق للتكفير عن الخطايا اللي تبنى عنه حتى ما روح على المطهر لاني بدي شوف يسوع بالسامة ضغري حقا؟ تملي قلبها من المحبة وتكون رحومة وتصلي صلوات الكنيسة الفياغ وفرانات كاملة تقدس وتعترف تروح دوري عالسامة اليس تيفان بيقول شو رأيك بتبشير رجل دين مسيحي بنهاية العالم 2017 وكيف بتفسر سقوط الكنيسة؟ نهاية العالم هايدي كلمة اكبر من انه حدا يبشر فيها ما حدا بيعرفها بالكون الا يسوع بيقول ربنا هدا وقت محتفظ فيه الرب لإله اني بشر بنهاية العالم هايدي بتعمل رعبه ببلبلة وقلقلية بنفوس الناس خليني بشرهم عن يسوع ما التهبا شيء هلا نحنا دايما منحكي عن نهاية الازمين يلي طبعا كل البشرية اليوم ما حدا راضي على الزمن اللي عم نقطع فيه ما في عدالة في ظلم هيدا الزمن كلنا منتمنى ينتهي ويبدأ زمن جديد يكون فيه الحق اللي قيمته ويكون فيه عدالة على الأرض العدرة وعدتنا انه ستنهي زمن الشر والشرير وتبدأ بزمن جديد اسمه ربيع بشري جديد يحكم فيه انسان مؤمن بالله نعم ريمة عبود من زحلة بيقول لوقة 23 وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل في وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبت في يديك استوضع روحي ما معنى انشق باب الهيكل إلى ماذا يرمز يرمز أديما بالعهد الأديم كان الله محجوب عن الإنسان نعم وكان فعلا فيه شيء اسمه بالهيكل حجاب نعم حجاب نعم فيه اتس الأقديسية اللي يرمز لحضور الله والشعب يبقى برا بس ميت يسوع انشق الحجاب صار الله وجها لوجه ما عد فيه شيء بيحجب الإنسان عن الله قبل ما كان فيه خلاص كنا محجوب عنا حياة السماء ولقاءنا مع الله عندما ميت يسوع شقه لهالحجاب وصار الله هو الإنسان لوحدة حال صار فينا نشاهد الرب صار فينا نرجع لعنده صار فينا نقعد معه هذه وبذات الوقت انشق العهد الأديم ودخولنا إلى العهد الجديد هون بتذكر حلقة عملناها عن انشقاق الحجاب انه صار من الأعلى إلى الأسفل انه هاي رمز ترمز انه هدا عمل الله عمل الله وبذات الوقت الرب عم يرجح يوضح الاله اللي كان غريب عند الإنسان وكان الإنسان عايش بغربي عم الله انشأ الحجاب هلا ورجع الإنسان يشوف الله والله يشوفه اذا كان دور الكاهن نفس الرسالة اذا كان دور الكاهن من خلال الديس ان يفسر للناس هذه الرموز هل تعتقد ان كلمة عذا هي تسمية عادلة تسمية اتفقوا عليها يقلوها هلا بيشوفها عادلة بس انه كلمة بتشرح الكاهن الذي يعز الذي يربي الذي يوجه الذي يعلم شو بده يسميها شو بده ما مش هنختف على الكلمة نعم عنا نديين بتطلب تشوفك ضروري كيف؟ الله يساعدني هايدي بده تطلع على سنتراز متل ما منقول نهار الدنيا ان احنا منكون فوق نعم كمي مشاهدي بتطلب صلاتك لقيلة والعيلة عندهم مشاكل عم بعيشوها بحياتهم الزوجية كارلوس بيسألك شو كان طعام يسوع المفضل هااااااااااα للي ذكروا الانجيل كان يكل يسوع مرة طلب طين ما بيذكر بتاكل الانجيل كان يكل من العوايد اللي كانت سيدة هكالوح Faith يعني كيل عايش متل نه insists بير مارونheid في مشاهد بيقول في وردته رسالة من شخص بتحكي عن العلام اللي رح تحمل رح يحملها الناس باخر الازملة اسمها الوحش عليا علامة الوحش وعدد اسمه مشارح يكون في بار كود مظبوط بيحكيها سفر رؤية بفصل 16 أو 17 نعم انه رح يصل وقت العالم كل من ليس عليه سيمة الوحش ما بيقدر لا يشتري ولا يبيع وصيمة الوحش هي ال666 بيقول عنا سفر الرؤية يلي هي علامة الشيطان علامة إبليس ويلي هي علامة النقص من علامة الكمان هلأ هادي صورة شرحها سفر الرؤية بس كيف رح تتحقق ما بعرفه قدي رح يكون عنده الشيطان باخر الازملة سيطرة على كل شي اقتصاد ومال اسمعين كل شي منه مكرس لأله ومنه غايته خدمة الانسان بحيكون عنده حق الشيطان يسيطر عليه وكل شي مكرس لأله ويهدف لخير الانسان ما له اي سلطة الشيطان عليه من هون احنا منجي ليش منبارك بيوتنا منخلي هالممتلكات تكون خاضعة تحت سلطان الله ده ما يكون ابليس بمطرح له سلطة على يوم ابليس سيكون له سلطة على كل شيء ليس مكرس لله نعم برمروان هي الرؤية كمان ورد سؤال باحد الرسائل انه هل الرؤية احداثة تمت او بدت تم بدت تم الرؤية هي احداث نهيوية نهاية العالم تحكي عن نهاية العالم طب ليش فيه ابتها هني بيقوله انه تمت لا لا عرس الحمل بعد ما تم تجتمع معه عروسته بالسماء هي بتصير وقت البشرية كلها بتنتهي الزمين كل الحب والله سيجتمعه مع عرس الحمل بفرحة بالسماء عم بتم هلأ على صعيد شخصي بالموت بس يموت انسان صالح عم يطلع الى عرس السماء لكن البشرية بعد بعد عم تقن من الوجع وبعد عم تجاهد على الارض تحت تالي ترجع الى السماء وتشترك في هالوليم السماوية مش هناك سفر الرؤية بيخبر عن اشياء نهيوية نهاية الكون والعالم بدت تصير انا كمي بحب وجه تحية لهيام عيسى من الاردن وابن الدكتور نادر فهني من المتابعينا كمي بحب اشكر كل اللي عم بيتوصلوا معنا عبر الفيسبوك بير مروان وعم بيرجعوا يحضروا حلقاتنا عبر على اليوتيوب ودايما انا بحب اشكر رايان من العراق يلي عم يهتم بتجهير حلقاتنا مشكور وربنا بعتبروا هالشي اللي عم يعملوا انه حدا ينطر الحلقة يسجله ويرجع يحضروا على اليوتيوب بير مروان في كتير اشخاص طالبين صلواتك بتسلي بقلبي كل يوم عندي بقديسي وصلاة الخاصة ذكر لكل الاشخاص يلي بيطلبونا وبيطلبوا انه صليلهم ربنا يشفيون في عندي بعض سؤال دونيس سقر هل الله يعلم مسبقا بالقرارات والخيارات اللي رح نتخذها بحياتنا نعم واذا نعم هالشي ما بيتعارض مع حريتنا لا بيعرف هيدا العلم المسبق العلم المسبق لانه الله بيعرف المستقبل بس مش الله عم ياخد القرارات وحريتي عم تخذها يعني الله اذا انا عرفت انت شو بدي تاخدي قرار بعرف بس انت اللي عم تاخدي القرار حريتي مع يعني معرفتي مع بتعترض حريتك او عم تجبرك ما تاخدي القرار نعم بس لانه اله بيعرف كل شي وبيعرف شو بدي قرر شو بدي اعمل شو بدي يصير فيه لان المستقبل عنده ايه حاضر ما عنده ايه نعم اصلا هاو الحلقات يعني اذا فيه الواحق اذا فيه كتير اسئلة ممكن يلاقوها اللي الاولى اجوبتها بحلقاتنا السابقة اللي صنع اكتر من سنتين عم ينحطوا مصبوط على اليوتيوب وبالزويدات يعني فيهم يلحقوا العنوان ويرجعوا الله بيري يحضروا برماروان تاعبني مرسي الله يخلي ميار يعطيك الف عافية وانتي كمين يريدنا الله ان نكون رسوله الى اقاصي الارض طالبا منا التكريس الصادق في امتيازات المسيحية بل علينا طلب الغفران منه ان محبته لنا ثابتة حتى عندما نخذله ونخونه ونبتعد منه بحريتنا محترما هذه الحرية هو لا يخوننا لانه لا يخون ذاته واذا تخلى عننا لا يبقى الله اذ هو امين دائما وابدا وهكذا على الرغم من هروب النبي يونان من وجه الله وعناده رافضا طلبه في تبشير نينوى عاصمة اشور العظيمة اظهر الله قيادته المطلقة والمحبة ايضا لذا فبدلا من الهروب ثق بالله في كل الامور في ماضيك وحاضرك ومستقبلك وثق بان كلمة لا يارب ستؤدي الى المهالك اما كلمة نعم يارب ستفتح ابوابا واسعة لفهم الله وخطته لك وللعالم اجمع وتذكر دائما كلماته يدعوني فاستجيب له معه انا في الضيق انقذه وامجده ثق انه اله محب يحامي فينقذ يعفو فينجي مشاهدين دائما مجد الرب بشكر متباعتكم على امل اللقاء نحن وياكم خميس المقبل فكونوا على الموعد والله معكم اشتركوا في القناة